إذن عام على استلام رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي منصبة عام تغير فيه الكثير داخليا وخارجيا داخليا تتفاوت الأراء بين من يرى أن الحكومة نجحت في عدد من الملفات السياسية ومنها ملف إجراء الانتخابات فيما يقول آخرون إنها فشلت في تحقيق مطارب الشارع أما خارجيا فيشير كثيرون إلى أن الكاظمي نجح في ترتيب علاقات بغداد مع الجوار العربي فماذا تغير في العراق؟ وهل باتت بغداد همزة واصل بين العرب وإيران بعدما كانت موقعا للتنافس؟ عام مضى على توليه إدارة الحكم في البلاد كان أحد أكثر الأعوام اضطرابا من بين التي مرت على سابقيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ألزم نفسه بتعهدات كثيرة أغلبها يصطدم بأجندات إقليمية وداخلية تحول دون تنفيذها ناشطون في الحراك الشعبي رأوا أنه وإن مرر مطلب الانتخابات المبكرة إلا أنه لم يفي بمطالبهم وبتعهده الكشف عن قتالة المتظاهرين ومنع استهدافهم لن نتوقع كما لم نكن نتوقع من هذه الحكومة أن تكون سنداً وعوناً للشارع العراقي الذي لربما طمح بالشيء اليسير بأنها ممكن أن تنصف مطالبه وتوقعاته لا عزاء لنا بعد مرور سنة كاملة من هذه التخبطات والقرارات التي وإن طبقت فكانت مجحفة بحق المواطن العراقي محللون رأوا أن الكاظمي سعى لإيجاد سياسة خاصة به بعيداً عن توجهات أحزاب ما بعد 2003 حين أجرى تغييرات في المناصب الأمنية لم يسبقه إليها أحد وشروعه بتقارب عراقي مع حاضنته العربية وحاول منح حكومته زخماً دولياً ونشط في مساعي تقريب وجهات النظر بين الخصوم الإقليميين مستفيداً من مقبوليته لدى معظم دول الجوار حاول أن ينقو بالعراق عن التجاه إلى محور معين لا بد كان متوازن مع جميع المحاور ربما العمل الذي عمله في موضوع التقارب السعودي الإيراني وربما مستقبلاً قد يكون من الكتارب الإيراني ومليكي طبعاً هذا كل من أجل استقرار الإيراني الإصلاح الاقتصادي كان واحداً من أبرز الملفات الشائكة التي قرر الكاظم الخوض فيها تعرض لعاصفة انتقادات شعبية إثر قرار خفض سعر قيمة صرف الدينار أمام سلة العملات الأجنبية والذي أدى إلى تدني القدرة الشرائية وغلاء في الأسعار سياسيون رأوا أنه استوعب تراجع شعبيته مراهناً على نتائج مستقبلية بدأت ملامحها تتضح مع تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار والتي كانت تعد حسب اقتصاديين أكبر منافذ تهريب العملة وغسيل الأموال الأمر الذي أثار امتعاض كتن وأحزاب هددت وما زالت بإسقاط حكومته يوسف الحسيني الحرة أربيل منذ عام كامل استلب مصطفى الكاظمي مهام رئاسة الحكومة في بلد يعاني من أزمتين صحيتين أو صحية وسياسية غير مسبوقتين فما الذي تغير خلال هذا العام وما الذي ينتظره العراق والكاظمي الكاظمي تسلم مهامه العراق يرجح تحت وطأة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب ما لا يقل عن مليون ومائة ألف عراقي وتسبب بوفاة ما يزيد عن خمسة عشر ألفا أما حال اللقاحات فليست بأفضل مع تسجيد صفر فاصل ستة وسبعين لقاح لكل مئة شخص أو ما مجموعه نحو ثلاثمائة ألف جرعة فقط المآسي الصحية في عام الكاظمي الأول لم تمر على خير فتوجت السنة أو توجت أهوالها بحريق مستشفى ابن الخطيب الذي حصد 82 شخصا جراء الإهمال والفساد وهذا الفساد الذي وعد الكاظمي بمعالجته عند قبوله بمنصبه استجابة للحراك الشعبي الذي احتل الساحات العامة وأوصل إلى سقوط قتلى وجرح لا يزال يتغلغل في مفاصل الدولة والإدارات العامة ما أعاد المتظاهرين إلى الشوارع في الليال الأخيرة وهذه المرة للمطالبة برحيل الكاظمي في موازاة التعقيد الداخلي يبدو أن الكاظمي يشق طريقة عزيز الدور الخارجي للعراق فحسب أكثر من مصدر أصبح العراقي يلعب دور الوسيط بين إيران وجيرانها العرب وجاء تصريحات الرئيس العراقي والخارجية السعودية لتؤكد استضافة بغداد سلسلة لقاءات سعودية إيرانية وعربية إيرانية تبقى العلاقة مع الجيران الخارجيين اختبارا كبيرا للكاظمي الذي حاول خلال هذا العام إعادة المياه إلى مجاريها مع السعودية ونجح بذلك في زيارة وصفت بالتاريخية إلى الرياض في إشارة ولو شكلية إلى تباعد ما مع طهران نضم إلينا من بغداد عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر ومن بغداد أيضا بشير الحجيمي الناشط المدني سيد بشير ما الذي للكاظمي وما الذي عليه في عام من استلامه مساء الخير عليك وعلى الجمهور العزيز وعلى الأخ عقيل المحترم بداية اسمح لي لأول مرة أن أتحدث بطريقة قد تختلف عن الطرق السابقة وأنا أرى أن التقرير المعد من قبل القناة الحرة جاء مغايرا بشكل غريب للحقيقة التي أوصلت العراق إلى مهزلة من المفارقات أنني يوم سبعة خمسة العام 2020 ذكرت أن الرجل غير مؤهل لقيادة العراق باعتباره رجل يعتمد على الإنشاء أعذرني قبل أن تنتهي بالإجابة حضرتك تفضلت بالتعليق على التقرير فأين تجد أنه يخالف الحقيقة؟ نعم ذكر تقريركم أنه على سبيل المثال أنه قد نجح في موضوع الانتخابات عن أي انتخابات قلنا أن هذه الانتخابات معدت النتائج سلفا كون السلاح المنفلت لا يزال قائما في الشارع والسلاح المنفلت يأخذ حاليا مخارج أخرى وصل السلاح المنفلت إلى نظام عشاري داخل بغداد بموضوع الدقة العشارية مثلا بغض النرى عن السلاح الآخر أو السلاح الميليشية هذا من جانب الانتخابات ثم هل يعقل أن تصرح المسؤولة أو الناتقة الإعلامية باسم الانتخابات أن السيرفرات الخاصة بتلك الانتخابات المزعومة هي بدبي وإيران ومصر وبشركة لا نعرف مصدرها بغيطانية حاليا في عمان إذن الانتخابات المنتهية والشعب العراقي نجح في تنظيمها؟ أبدا والدليل على ذلك والأيام قادمة مثل ما قلت لك قبل عام لا أقصد هل نجحت العملية نفسها توجد بمن تريدون أو لا تريدون؟ أبدا نجح في اتخاذ قرار تنظيمها؟ أبدا قبل قليل سألتك في عام عذرني سيدة هناك من كان يحجم حتى أن يأخذ قرار الانتخابات في عام من تولي الكاظمي ألم يأتي تتويجا أو جزءا من متغيرات كان سببها الحراك في الشارع؟ عظيم طلب الحراك وطلبة المرجعية وعموم الشعب العراقي انتخابات نزيهة مبكرة ما تم حاليا من تنظيم هو ذائب باتجاه انتخابات متأخرة ولكن غير نزيهة من أين جاءت كلمة غير نزيهة؟ باعتبار أن مقدرات الداتا والسيرفرات الخاصة إلا رافتا إلى السلاح المنفلت لا يمكن أن تكون هناك عملية انتخابية نحن لا نهتم للإسم الإسم انتخابات أما البيئة الانتخابية غير متوفرة وقد فشل فشل ذريعا بذلك وديني على ذلك حتى انسحاب حزبه حزب المرحلة من تلك الانتخابات هذا من جانب من جانب آخر ذكر تقريركم أنه قد يكون نجحة في موضوع العلاقة مع الدول العربية والتنسيق الدول العربية نعم بادرة الاحتواء سأعود إليك سيد بشير قبل أن تذهب إلى هذا الجانب أعود إلى سيد عقيل هل باعتقادك يمكن أن يحسب للرجل أنه على الأقل اقتحم الأصعب حاول أن يصل فيه إلى نتيجة وبذل جهده فيه ومحاولة تحييد العراق من أن يكون محل تصوية حسابات ليس فقط إقليميا وإنما أيضا داخليا محاولة نزع الفتيل ما بين الفصائل ما بين القوة التقليدية التي كانت لا صوت يعلو فوق صوتها بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة ولضيفكم الكريم السيد بشير الاحتيامي صراحة كما معلوم أن السيد الكاظمي هو لم يكن مرشح انتخابات وجاء عن طريق الكتلة الأكبر بشكل رسمي وتحمل مسؤولية وهو جاء كمرشح تسوية مثل ما معلوم وأخذ على عاتقه نقاط عدة أهمها هي أجراء الانتخابات المبكرة هذا ما تعهد به أمام الكتل السياسية وأمام الشعب العراقي وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من قتل المتظاهرين إضافة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والصحي المتردي جراء جائحة كورونا في العراق وفي العالم اليوم إذا فتحنا هذا الملفات لا نجد تطور كثيرا في إداء السيد الكاظمي باستثناء ربما بعض المحاولات في تأذية الشارع العراقي اليوم باته أكثر هدوءا من الأيام الماضية أما في موضوع الجانب الاقتصادي فأكيد هناك أعتقد هذا الملف فيه نوع من الفشل أما الوضع السياسي الخارجي وانفتاح السيد الكاظمي على الجوار العربي والإقليمي نحن نعتقد أن العراق هو جزء من منظومة دولية ومنظومة إقليمية ومنظومة عربية ويجب أن يتواصل العراق مع كافة أشخاص القانون الدولي سواء الدول العربية والدولية أو المنظمات الدولية المعترف بها رسميا في العالم كون العراق بلد مهم يمثل في الشرق الأوسط وثاني احتياط نفطي في العالم لذلك يجب أن يتواصل العراق لا يمكن أن يعيش بانفرده وبدأ الخطوة هذه المهمة السيد حيدر العبادي عندما زار السعودية وزار الأردن ومعظم الدول العربية وأدرك أنه يجب أن نتواصل أيضا السيد عادل أبد المهدي هم من خطأ نفس الخطوة اليوم السيد الكاظم نعم نحن في اتلاف النصر نؤيد كل الخطوات التي من شأنها أن نتواصل مع الجوار العربي جوار الإقليمي لكن على شرط أن نضمن حقوق العراق مقابل هذه العلاقات أي تكون هناك مصالح مشتركة نضمن بها حق العراق لا أن نعطي اليوم شيء للدول بدون أن نأخذ حقوقنا إلى الشعب العراقي نحن نعتقد كملفات مهمة لم يكن هناك تطور كبير في إداء الكاظمي باتجاه هذه الملفات وطالما دعمنا أي توجه إيجابي نحن ندعمه لكن عندما يكون هناك خلل في أي ملف سوف ننوه عن هذا الموضوع سيد بشير عند النظر إلى مسألة الحراك والتعاطي مع الحراك من يضحي بمستوى من الشعبية لو خير بالشعبية لكان اختار طريقة أخرى بإمكانه من خلالها أن يعقل تحالفات أن يصنع لنفسه شعبية لكنها ستكون شعبية كاذبة واختار أن يتخذ القرارات الأصعب حتى في جزء منها قرارات اقتصادية صعبة مثل قضية قيمة العملة مقابل سلة العملات الأجنبية لكنها إصلاح اقتصادي سيعود بالنفع لاحقا على الاقتصاد العراقي يا سيد الفاضل هناك فرق بين أن تبتر الأمور باتجاه تعتقد أنها صحيحة ليس بالضرورة موضوع سعر الصرف الذي يعتقد الكاظم أنه عالجه وترك قرابة 38 مليون عراق يعتاشون الجوع أن هذا العلاج الأصح نحن ما نريد توضيحه بشكل مطلق ونهاي ومن بعد عام من هذا الإحباط من خلال حكومة الكاظم إن الكاظمي نتيجة رؤيته للأسف الغير ثاقبة بأنه مسك العصى من الوسط بين الكتل وترك الشعب يحتضر من هؤلاء الكتل كيف؟ هو ذاهب لإرضاء الجميع الآن الجميع غير راضي عليها لا صدريين ولا ولائيين من باب أو لا مما جعله يتخبط في القرار وهؤلاء قابلين عليه فازداده السوء سوا والقتل قتلا والجوع جوعا ولم يفي بأي من التزامات أنا أطالب قناة الحراء هل تمكن الكاظمي من الإيفاء ولو بتعيين الوجبة الأولى التي وعدهم بباب الخضراء هل تمكن الكاظمي من كشف القتلة هل تمكن الكاظمي من تحسين الوضع الصحي هل تمكن الكاظمي من تحسين وضع احتصالي نحن نطرح لأسئلة نحن نتوقع منكم أن تكون جدا نحن لذلك كتشرينيون وعلى الأعظم والأغلب أقول التشرينيون اتخذوا قرارا سيعلن عنه بعد العيد المبارك إن شاء الله وهو باتجاه المعارضة التامة للعملية السياسية الحالية ومخرجاتها أي الانتخابات قبل أن تقوم لأننا نعلم نتائجها مسبقة إذن الكاظمي كان مجرد فترة زمنية غبراء لمدة عام بتاريخ العراق الحديث لم يقدم شيئا بل ذهب إلى البلاد باتجاه أسوأ مجرد وعود لم يتحقق وأنا أناشد السيد الكاظمي تمكن من تحقيق وضعا واحدا للعراقين أو وعدا واحدا والله سأرفع له القبعة هذه واقع لنصارح الشعب العراقي إن الرجل جاء لمسك العصى من الوسط ولا يمتلك الإرادة لأي وعد قطعه لأي وعد أنا أقول أي وعد وهنا البتات المطلق ليس تجننا على الرجل ولكن أريد متحدثه الرسمي يقول لي نحن حققنا هذا الشيء لم يحققوا شيء نحن نرى البلد في ضياع تام وزياد في الأجندات الداخلية بل هناك إشارات طائفية قد ترجع إلى المرمى وداعش يضرم والميليشيا تضرم والبلد في فوضى نعم داني أسمع من السيدة عقيم هل تتفق مع طرح ضيفي من بغداد بشير الحجيمي يعني قد لا أتفق في جزء من ما طرحه السيد بشير الحجيمي وذلك لأسباب عدة أول سبب أن السيد الكاظم ما كان الوضع إلى مهيئة وأعطي الفرصة حتى نكون يعني 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 متوازنين بالطرح الكاظمي يعني استلم البلاد وهي فيها مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية وعجزوا عن تنصيب رئيس الوزراء وجاء هو مرشح للتسوية الوضع الاقتصادي سيء جدا الدولار أو النفط هبط إلى مستويات خطيرة بدأت قروض داخلية وخارجية يحتاج العراق إذن ما كان مهيئة السيد الكاظمي لهكذا أمور نحن لا نحمل الرجل أكثر مما يتحمل لكن نحن نطالبه بما تعقد أستاذ عقيل أستاذ عقيل أستاذ عقيل أستاذ عقيل أستاذ عقيل أستاذ عقيل كان العبادي بوضع أسوأ كان العبادي بوضع أسوأ حينما استلم العراق داعش وكل شيء خلاب نحن قد لا نثني على السيد العبادي ولكن ظرف العبادي حينما استلم البلد كان أتعس من الظرف الذي استلم به الكاظمي ولكنه على الأقل أرجع كارثوق بجرد أمل سيد عقيل حتى يتم الفكرة تفضل سيد عقيل نعم نعم سيد الكريم حضرتك تفضلت نعم الدكتور العبادي استلم البلاد يعني هناك كان داعش وكان هناك وضع اقتصادي أكثر سيء لكن نحن نعتقد أن السيد العبادي هو ليس السيد الكاظمي نحن نعطي للسيد الكاظمي ما يعني يستحق أما السيد العبادي كان مميز في إداءة كان ناجحا في كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والدولية وهذا ما يعترف به حتى المخالفين للسيد العبادي لكن حول إمكانية السيد الكاظم نحن اليوم نتحدث وليس إمكانيات السيد العبادي إمكانيات السيد الكاظم هي هذه لم يكن الرجل لديه خبرة طويلة في إدارة الدولة كان على رأس جهاز الأمني فقط وخبرته محدودة وكل في هذه المهمة نحن نعتقد يعني العديد من ما تعهد به السيد الكاظمي لم نرى النور سواء موضوع الانتخابات موضوع الانتخابات اليوم كان قانون مهيئ من قبل البرلمان وكان تغيرت المفوضية أيضا من قبل البرلمان أما الأموال تم تهيئتها من خلال أيضا تصويت من البرلمان لكن بقى الآلية المهمة لإداءة للانتخابات وهي حصر السلاح بيد الدولة لم يتمكن السيد الكاظمي من حصر السلاح بيد الدولة من الغرض التهيئة الكاملة إلى الانتخابات لحتى هذه النظر وفي عين الجائحة العلاق لديه 300 ألف جرعة لقاح فقط وهذه تحسب على الكاظمي ربما نعود لنقاش ذلك في أوقات اللاحقة شكرا جزيلا لك عقيل الرديني وبشير الحجيمي حياكم الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك